السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 20 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل لغاية يوم الغد الأحد في الساعة 11.42 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج وأيضا اليوم عنا انتقال المريخ اللي رح ينتقل من برج الثور لبرج الجوزاء والحلقة طبعا الكاملة صارت موجودة على القناة القمر الآن موجود في منزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6.37 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق اتلاف الأموال والحرية القمر الآن بما انه موجود في برج الجدي أو اليوم معناته منصبح في هذا اليوم أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك انه الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لنا وبعضها ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد خلال هذا اليوم أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين نبتون هاي زاوية قبل الانتقال رح تكون الساعة ثلاثة وست عشر دقيقة عصرا طبعا هاي زاوية تأثيراتها من خمس أيام سابقة وخمس أيام قادمة بتكون عنا نوع من أنواع التركيز العالي لدرجة أنه ممكن نكشف أي شخص بيحاول أنه يكذب علينا ويخدعنا أو برضو بتدفعنا هاي لحب المغامرة أو التحمس لفكرة ما وممكن نحقق إنجازات علمية أو عملية بتدفعنا للإثارة ولكن ممكن أنها تساعدنا على الكفاح من أجل مثل أعلى وهي زاوية مناسبة للشعور بالطمأنينة النفسية وأيضا تعطينا إنجازات العملية الكبيرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمستعشر دقيقة بعد العصر منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا الحدث اللي رح يصير اليوم اللي ذكرنا اللي هو انتقال كوكب المريخ اللي رح ينتقل من برج الثور لبرج الجدي الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء اليوم ورح يظل موجود في برج الجوزاء من اليوم اللي هو عشرين سبعة لغاية يوم الأربعة أربعة تسعة الساعة سبعة وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش الجدير بالذكر أنه دائماً أي انتقال للمريخ من برج لآخر دائماً قبله بخمس أيام وبعده بخمس أيام بتصير هيكي فيه نوع من أنواع شحنة عالية جداً من الغضب فبتزيد أعمال العنف والحوادث بهاي الفترة بيشعروا موليد برج الجوزاء بالطاقة والجراءة والرغب الجنسية بهاي الفترة وبيستفيد معهم موليد الأبراج الهوائية الأخرى الميزان والدلو والنارية اللي هم الحمل والأسد والقوس وكل شخص لما انولد كان المريخ موجود عنده ساعة أولادته في برج الجوزاء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري وأيضاً عنا عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن طبعاً هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم نراقبها إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي إننا راجع الطبيب طبعاً بالنسبة للعمليات الجراحية أنا ما بنصح فيها بالفترة هاي نهائياً إلا إذا كانت اضطرارية بسبب ميوعة الدم وأيضاً بسبب قوة تدفق الدم بالجسم لسببه اكتمال القمر فعشان هيك لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت الطرارية يصلح هذا اليوم للحجامة مناسب لعمليات التجميل ولكن الحقن الخفيف أو تنظيف البشر لأن الجلد هو من الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم وأيضاً الأمور البسيطة التي تتعلق في التجميل لا يصلح لإزالة الشعر الزائد لا بالليزر ولا بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة لا يصلح للصبغ وأيضاً ما زال يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد وهو يوم الغد بيبدأ ساعة 11 و 26 دقيقة ظهراً بتوقيت جرانتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 42 دقيقة ظهراً بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل عمره 15 يوم الساعة 4 و 21 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانتش منبدأ باليوم 16 نسبة الإضاءة 99% نهاية اليوم أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 70% الآن ساعة العصر سعيد بنسبة 45% القمر في الجدي حتى يوم 21 سبعة سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% ساعات العصر سعيد بنسبة 60% ساعات المساء سعيد بنسبة 85% عطارد في الأسد حتى يوم 25 سبعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5 ثمانية سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور وبدو ينتقل للجوزاء زي ما ذكرنا ورح يظل في الجوزاء ليوم 4 تسعة منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئ من روعك وما تنفعل وتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك والجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها لأن هذا بيت السمعة فما في داعي تشوه سمعتك اليوم بدك تراقب كل تصرفاتك برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة خلال هذا اليوم وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارع في تهديد الأجواء أي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف وعليك أنك تتحلق بالليون والتفكير الموضوعي برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو علاقاتكم مع الأزواج وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري فهذه الفترة يعني رغم إنها إيجابية إلا أنه فيها بعض الضغطات لأنه القمر موجود مقابلك تماما فعشان هيك بيكون في بعض الضغط فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لبعض المضايقات أو الخلافات برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضاً بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وحاول أنك ما تأجل ولا تماطل أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعاً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهمل الوجبات اتجاه العائلة والأحبة وصحيح الأخطاء برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعاً بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أهم مش إنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة لأنه الأجواء شوي بيكون فيها نوع من أنواع العدائية ومتوترة فبدك تتراعي أيضاً وضعك الصحي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتنشطه في السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانك أنك تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضود وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعاً اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن أي مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن برضو بدك تكون عاقل في صرف الأموال أو ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود وعليك التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهم شي إنك ما تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباع وبتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبكم وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء